اهلا بكم الى المساء يستمر وصول الوفودة الرسمية الى الرياض لتقديم واجب العساء في وفاة الملك عبدالله لليوم الثالث على التوالي وكان العاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل امس العديد من القادة في مقدمتهم الرئيس الفرنسي فرانسو أولند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ضريف ومن القادة العرب قدم العزاء العهل الاردني عبدالله الثاني والوفد الاماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي اضافة للرؤساء المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي الباجي قايد السبسي في هذه الاثناء تتجه الانظار الى الملك السعودي الجديد وإلى ابرز التحديات الداخلية والاقليمية التي ستشكل اولوية في مراكز صناعة القرار السعودي فما هي القضايا التي ستشغل الساحة وما هي ملامح المرحلة المقبلة على الصعيدين المحلي والدولي نرحب بضيفينا في المساء معنا من الرياض الكاتب المتخصص في الشؤون الامنية لأستاذ محمد الملفي ومعنا من لندن رئيس تحرير صحيفة العرب اللندنية الدكتور عبدالعزيز الخميس أما أنتم مشاهدين في ممكنكم دائما المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وأيضا فيسبوك إذن نرحب بالضيفين وأبدأ معك دكتور عبدالعزيز بداية مساء الخير في ظل تحديات داخلية وخارجية أمام الملك سلمان كيف يمكن ترتيب الأولوية طبعا الأولوية هي الشأن الداخلي في مسائل استمرارية المشاريع والإصلاحات في مجالات عديدة مجالات تمس حياة المواطنين السعوديين وبدأ بها الملك الراحل عبدالعبد العزيز ولاقت صدى وقبول كبير بين أوساط الشعب السعودي مساء الإصلاح القضاء الحريات العامة وحقوق الإنسان هي بداية مشروع كبير جدا بدأ يعطي ثماره داخل المجتمع السعودي من حوارات ونقاشات مثل الحوار الوطني وغيره وتقليل من منسوب الطائفية المتشددة إضافة التحديات الخارجية معالجة ملفات مهمة وأولها وأهمها اليمن وأيضا النفوذ الإيراني المتوسط في المنطقة وتحديات اقتصادية أخرى منها استمرار المشاريع الضخمة التي بدأها الراحل والتي يعلق عليها الشعب السعودي أمال كبيرة في أن تثمر بعد نهايتها في القريب أستاذ محمد دعني أبقى معك في التحدي الداخلي كما أشار الدكتور عبد العزيز الملك عبد الله قام بخطوات جادة في مسار الإصلاح في القضاء وأيضا أمور عدة متعلقة بالحريات العامة كما أشار الدكتور عبد العزيز كيف تنظر إلى مسار الإصلاح في عهد الملك الجديد؟ أنا أعتقد أن الملك السلمان أوضح ملامح لما هو قادم أو ما ينوي القيام به من خلال كلمته المقتضبة صباح الجمعة الماضي حيث قال أنه أو بما يعني أنه مستمر في سياسة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الخارجي أعتقد أن سنة الحياة هي التقدم للأمام وليس العودة للخلف والملك سلمان معروف عن فكره الإداري المتطور الذي ضخه من خلال خمسون عاما قضاها في إمارة منطقة الرياض وأحدث نقلة نوعية لمدينة الرياض من تلك المدينة القديمة التي كان يسكنها بضعة ألاف إلى عاصمة لدولة هي ضمن دول مجموعة العشرين ويسكنها الآن ما لا يقل عن سبع مليون نصر نعم حديث أو ربما تصريح الملك ربما الأول بعد تولي الحكم في السعودية دكتور عبد العزيز الاستمرار على نفس النهج لا يعني أنه لن يكون هناك تغيير شكل التغيير المتوقع الآن بعد تولي الملك سلمان الحكم في السعودية في أي اتجاه يمكن أن يصب؟ طبعا لكل حاكم أسلوبه في التعاطي مع القضايا والأزمات وأيضا لكل حاكم خططه واستراتيجيته ورغبته في وضع بصمته على التاريخ في السعودية راحظنا دائما كل ما يأتي ملك يكون لديه برنامج ويتكون لديه خطط طموحة لخدمة الشعب السعودي ولصيانة استقرار واستمرار الأسرة الحاكمة في الحكم نعم ولاحظنا تماما في عهد الراحل الملك عبد الله الكثير من الإنجازات على مستويات عدة استطاع الملك عبد الله أن يكسب حب شعبه وأن يكون له هذا الوفاء وهذا الحزن الغامر الذي انعكس على قلوب الشعب السعودي وعلى حتى تعاطي الشعب السعودي مع الوفاء بكل هذا الحزن مما يدل تماما على أن الملك الذي يتعاطى بكل صراحة وبكل بساطة وبكل حب لشعبه سوف يلقى كل هذا الحب الملك سلمان حاليا أيضا نتوقع تماما أن يكون لديه أيضا نفس الاستراتيجية في عملية الإصلاح لأن الإصلاح ليس فقط بناء على هذا الحاكم أو ذاك هو رغبة شعب والحكام في المملكة العربية السعودية دائما يحرصون على الاستماع والإنصات لهذه الرغبة وهذه ميزة في الخليج العربي وفي دول الخليج العربي وبالتالي نرى أن الشعب السعودي في ظل تطلعاته للوصول لمسافة الدول المتقدمة وأيضا الحصول على إنجازات واستقرار وازدهار لاقتصاده سوف يكون مع مليكه ومع النظام سوية نحو هذا الطريق ونحو تحقيق هذه الإنجازات ولا أتوقع أن يكون هناك الكثير من المصاعب التي سوف تواجه الملك سلمان في ظل استمرارية ما قام به شقيقي الكبير أو أخير كبير وأيضا في وضع بصماته كملك قريب تماما من الشأن المحلي بصفتي كان أمير المنطقة الرياضة المهمة والعاصمة وأعتقد أن هناك يمكن أن نرى أيضا توسع للعمل في السياسة الخارجية أكثر مما كان سابقا سنتحدث عن السياسة الخارجية بشكل مفصل لكن أبقى عن التحدي الداخلي معك أستاذ محمد قال الدكتور عبد العزيز ليس هناك صعوبة لكن الفترة التي يأتي فيها الملك سلمان الآن هناك تحدي اقتصادي في ظل انخفاض أسعار النفط هناك أيضا مخاوف من أن تؤثر هذه المسألة على عملية التنمية في السعودية كيف تنظر لهذا الربط؟ التنمية والانعكاسات السلبية نتيجة انخفاض سعر النفط هذه تحدثت عنها الدولة ممثلة في أو الحكومة ممثلة في وزير المالية قبل نحو شهرين أكدت على استمرارية الانفاق الحكومي على المشاريع التنموية المحلية ونستطيع أن نقول الحمد لله أن الاحتياطي النقدي للسعودية كبير جدا وعالي جدا حسب ما يظهر في الإعلام وحسب ما يتحدث مسؤولون ومتخصصون في الجانب النقدي أن السعودية تملك احتياطيات تستطيع مقاومة النفط حتى 25 دولار لسعر البرمين وتستمر لمدة ثمنة عوام حسب ما قال أحد الخبراء في البنك الدولي قبل نحو سبوعين لذلك نحن مطمئنون جدا من الرتم على الصرف أو الانفاق على المشاريع الحكومية في الفترة القادمة وكأنه لم ينزل أو تنخفض أسعار النفط لهذه المستويات من التحدي الداخلي إليك دكتور عبد العزيز الآن يتجدد الحديث عن محاربة الإرهاب والدور السعودي الملك سلمان هو قريب من المؤسسة الدينية كيف ترى طبيعة العلاقة بين الملك سلمان والمؤسسة الدينية وانعكاس هذه العلاقة على مسار ربما محاربة الإرهاب في المنطقة وفي المملكة العربية السعودية طبعا هناك الكثير من التحليلات والأقوال الغربية خاصة وحتى من الإعلام الإيراني أن الملك سلمان هو محافظ ويختلف عن غيره نستغرب تماما هذه التحليلات لأن الملوك في السعودية كلهم يحافظون على نموذج واستمرار التطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة والتزام المملكة بهذه الشريعة فلا أرى أن هناك استغراب لكن ما أرى هو أن الملك سلمان سوف يواصل الجهد الإصلاحي الذي قام به أخوه والسابق الملك عبدالله رحمة الله عليه وسيستمر إصلاح القضاء وإصلاح أجهزة عديدة مرتبطة بالمؤسسة الدينية في ظل تضافر جهود أيضا هيئة كبار العلماء لا أظن أن هناك تغيير كبير جدا رغم أن البعض من الذين يرددون أن هناك تغيير مقبل أو غير ذلك هذه الأعمال التي قام بها الملك عبدالله قام بها ومعه أخي الأمير سلمان وبالتشاور وبالتنسيق وهم يرون التحديات التي تخوضها المملكة ضد الإرهاب ومعركة الإرهاب الإصلاحات في السعودية في المؤسسة الدينية وفي عدة قطاعات لها علاقة بالمؤسسة الدينية كان هدفها مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد ولا أظن أن الملك سلمان سوف يقبل بأن يعود الفكر المتشدد مرة أخرى للقضاء أو للتعليم أو لغيرها من القطاعات المهمة للشعب السعودي هناك رغبة من الشعب السعودي برفض الفكر المتشدد والمتطرف وهناك أيضا التحديات من داعش ومن غيرها والقاعدة وبالتالي المعركة مستمرة وخاصة في ظل وجود ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية مما سيجعل المعركة أشد وأكثر ضراوة وستستمر كما كانت الني الصادقة في أن يكون للشعب السعودي حريتي في مقاومة الفكر المتشدد والمتطرف مهما استبشر أولئك الذين يسمون أنفسهم بالمحافظين إلا أنهم سيرون تماما أن السعودية السائرة في طريق الإبتعاد عن ومحاربة الفكر المتطرف والمتشدد ونواة الإرهاب مثل الأخوان وغيرهم الذين هم يبذرون الإرهاب بشهادة زعامائهم وبالتالي أعتقد أن هذه السياسة مستمرة بل سوف تكون أكثر حرصا على تطبيق ما سنه لهم الراحل عبد الله بن عبد العزيز يعني الآن التوفيق في ظل هذه التحديات الوضع في العراق ربما اتفتت الدول الخليج والسعودية إلى مسألة خطر داعش ثم تفجر الوضع بشكل كبير في اليمن أين تتجه الأولويات في هذه الملفات المعقدة والشائكة التي تحيط بالمملكة العربية السعودية طبعا اليمن هو الملف الأول والأهم الذي تتم الآن مواجهة تدعياته خاصة على المستوى الأمني داخل الحدود السعودية وأيضا على مستوى الأممي في دعم العمل الأممي لحل المشكلة في اليمن والوقوف مع الشعب اليمني دون التحزب لهذه الجهة أو تلك الجهة الأمر الآخر بالنسبة لداعش المملكة العربية السعودية وشقيقات الدول الخليج يساهمون في العمل الأممي ضد داعش وضد الفكر المتطرف والإرهاب والسعودية بقيادة الملك سلمان لن تغير من سياستها تجاه هذه الملفات لكن التواجد في ملف دكتور عبد العزيز عفوا المقاطعة التواجد في ملف أو تأثير في ملف آخر كيف يمكنه أن يؤثر على ثقل المملكة العربية السعودية في التأثير في أي من هذه الملفات أن يكون التأثير في نفس الوقت العمل المؤسساتي الذي يفترض أن يقوم به القادة في السعودية هو مرتبط بجهات عديدة مختلفة من الخارجية من الداخلية من القوات المسلحة من غيرها من الجهات التي تمارس عمل مؤثر في هذه المجال وفي ملفات موزعة بين أطرافهم يرعونها المشكلة التي تواجهها السياسة الخارجية السعودية هو التهاون الأمريكي والتواطئ الأمريكي في ملفات عديدة وهذا يؤثر على فاعلية السياسة العربية عموما والتدخل الأمريكي والإيراني في المنطقة هذا الذي أدى لما نراه من دمار ومن مشاكل ونحن نعرف تماما أن المعركة الآن بين العرب وبين إيران لذلك على وخاصة بعد أن أصبح عادة مصر لأحضانها لأحضان العرب العمل المؤسسات العربية يجب أن ينتقل إلى تضامن بين دول الخليج ومصر وغيرها من الدول العربية للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة وعدم استعمال أذناب إيران في المنطقة وبالتالي هذا هو الذي يصاغ الآن ويتم مواجهته يعني العلاقة الأمريكية أشرت إليها ربما شهدت أكبر صدع في هذه العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات الأمريكية يعني هذا الصدع لأي درجة يمكن الآن تفادي وربما يمكن بناء علاقة خلال فترة حكم الملك سلمان باختصار قبل أن ننتقل إلى أستاذ محمد دكتور عبد العزيز يعني ألا أعتقد أن الثقة بين السعودية والولايات المتحدة تضررت من دعم الولايات المتحدة لعصابات الإسلام السياسي من أخوان وأيدي خلال ما يسمى بالربيع العربي وأيضا من التواطئ مع إيران في العراق وهناك عدم ثقة تحاول الجهات في السعودية وفي الولايات المتحدة وخاصة خلال زيارة أوباما للسعودية ومن الأربعاء على بعض أظن يرجى أن يكون هناك إعادة لتوثيق العرى العلاقات لمواجهة هذه التحديات التي تضرب المصالح الأمريكية أكثر كما تضرب المصالح العربية وبالتالي البعض يتوقع أن يكون هناك تطور لهذه العلاقات أنا أعتقد أن الملك السعودي سلمان يراعي مصالح شعبه وبلاده والأمة العربية أكثر من مراعاته لدول أخرى وسياسات أخرى يمكن أن تصب ضد سياسات المملكة العربية السعودية طيب يعني عن صعيد الأمني كما شرت الدكتور عبد العزيز السيد محمد يعني الآن الحديث عن اليمن يعود كأولوية للمملكة العربية السعودية هل التعاطي مع اليمن سيكون لحماية أي ارتداد على الصعيد الأمني في الداخل السعودي أم السعودية ستتدخل لمنع أي تأثير عليها وكيف سيكون شكل هذا التدخل لا من شك أن اليمن مهم جدا للأمن السعودي لكن أعتقد أن القادم هو أنه لن يكون هناك أحد يمني أكثر من اليمنيون أنفسهم السعودية تتحرك أو تدعم الدول بناء على رغبات الغالبية من شعوبها كما حدث في مصر قبل عامين وكما حدث ويحدث في سوريا لكن ما يحدث في اليمن الآن هو أن الساسة تقريبا شبه الغالبية منهم شبه منحازينة مع الحوثي ضد لرغبة الشعب الذين نراهم الآن في شوارع صنعاء وشوارع عدن وشوارع المدن الكبرى في اليمن ضد هذا الوجود الحوثي وضد السيطرة بالدرجة التي أسمها البعض الاحتلال الحوثي لصنعاء نعم أعتقد أن السعودية ستنظر من منظور لن نكون يمنيين أكثر من اليمنيون أنفسهم أيضا وزير الخارجية البحريني تحدث لسكاي نيوز عربية يوم أمس عن اجتماع مرتقب دكتور عبد العزيز لدول الخليج لأيضا التحدث وأيضا إيجاد قرار خليجي للتأثير في المشهد اليمني ما طبيعة القرار الذي يمكن أن يتخذ الوضع في اليمن معقد ومرتبك المسألة ليست هي مواجهة بين الحوثي وبين إخوان أو غيرهم المسألة مسألة التواطئ بين الحوثي وبين الجهات يمنية أخرى هي التي تملك قرار الجيش اليمني وهي التي حيدت الجيش اليمني من مواجهة الحوثي بل هي التي أدخلت الحوثيين إلى صنعاء والمشكلة معقدة تماما تحتاج إلى أن يكون هناك موقف خليجي أمني يمتنع عن التعامل مع أي قرار يفرض على الشعب اليمني وأن تعود الأمور إلى طبيعتها بأن يختار اليمن حكومته الشعب اليمني الحكومة بعيدا عن السلاح وفرض السلطة بالقوة نعرف تماما أن الرئيس اليمني السابق يريد أن يفرض سلطته وأعتقد أن على دول الخليج أن تكون أكثر مساعدة للشعب اليمني بتدخلها أكثر وبالتفاهم مع الحوثيين على أن تعود الأمور لطبيعتها وأن تكون هناك انتخابات مبكرة في اليمن بعدها يختار الشعب اليمني رئاسته الجديدة التي تقود البلاد وتقود الجميع من حوثي ومن غيره هذا يمكن الخيار الوحيد أمام دول الخليج أو أن يبتعد أهل الخليج عن ما يحدث في اليمن ويصون حددهم عمان واليمن والسعودية وأن يكون التحدي أمني أكثر مما هو تحدي سياسي فقط وهذه كارثة طبعا لأن اليمن سوف يتم تقسيمها أشكرك دكتور عبد العزيز الخميس رئيس تحرير صحيفة العرب اللندنية كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك وكل الشكر لضيفي من الرياضة الأستاذ محمد الملفي الكاتب المتخصص في الشؤون الأمنية شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار شكرا جزيلا لكم